السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة اليوتيوب بدأت تفاجئنا بعدد كبير جدا من طرق للريح من اليوتيوب أتحت لنا الربح عن طريق الإعلانات أتحت لنا الربح عن طريق بيع السلاح أتحت لنا الربح عن طريق السوبر شاط وأيضا أتحت لنا الربح عن طريق بيع المنتجات يعني عن طريق الإحالة أو الأفليت ولكن الآن أضافت ميزة رائعة وكانت في الدول الأجنبية وتمت إتاحها مع الدول العربية وهي بكل خلاصة أن المتابعين أو المشتركين للقناة الخاصة بك سوف يقومون بدفع لك المال مقابل بعض المميزات التي سوف تقوم بتقديمها إليهم طيب كي لا نطيل عليكم سوف ندخل في الموضوع مباشرة المهم لا بد أن تتعرف على هذه الميزة هذه الميزة بارك الله فيكم تسمى الانتساب هذا الانتساب يمكنك إيجادها في تحقيق الربح ثم سوف تجدها في هذا المكان فعندما يعني الشخص أو أنت إذا اشتركت في هذه الميزة وتم تقديم لك يعني لهذا المكان الخاص بتعديل سوف يأتي معنا إن شاء الله شرح ديها فأنت سوف تظهر لديك ميزة الانتساب فإذا ظهرت لك هذه الميزة للانتساب أي شخص أو أي مشترك ينقر عليها كأنه ينضم إلى قناتك أو نقول قد انضموا إلى القناة الخاصة بك أنت سوف تقدم لهم بعض المميزة التي سوف نذكرها وهم سوف يقدمون لك واحد مبلغ شهري يعني لا سيء قليل جدا لهو ما بين 0.50 دولار إلى 100 دولار وهي في الحقيقة بكل خلاصة أن المتابعين الخاصين بك يعني يدعمون القناة الخاصة بك بالمال يعني عدد كبير جدا لاحظت اليوتيوب أنه عدد كبير جدا يضع البيب الخاص به أو أي منصف في الأسفل والناس يقومون بدعمهم آآ مديا فهنا اليوتيوب قالت يعني هو سوف يقوم بآآ يعني أنتم سوف تقومون بدعم تلك القناة ولكن تلك القناة كذلك سوف تقدم لكم بعض المميزات التي سوف يعني تناسب فقط كل المشتركين المنتسبين لديك المهم سوف نذكر هذه الشروط من أجل أن تتوفر لديك آآ ميزة الانتساب يجب عليك أن تكون لديك ألف مشترك يعني الشروط لا مشيش هاجل هي صعبة ألف مشترك يجب أن تكون محقيق الداخل بمعنى أنت محقيق الداخل في في الأدسنس الشيء الثالث يجب أن تكون أكثر من 18 سنة تمام لا تكون شخص يعني سليباطيرت شخص صغير تمام الشيء الآخر لابد أن تتوفر على الميزة أو تتوفر على هذه الميزة في بلدك إذا لا تتوفر هذه الميزة في بلدك فلا يمكنك تحقيق فيها الداخل هذه الميزة مع كم الأسف لا توجد في القنوات الخاصة بالأطفال هذه الميزة لا توجد في القنوات الخاصة بالأطفال الشيء الآخر أن هذه الميزة إذا أردت أن تتوفر عليها يجب عليك مثلا إذا دخلنا إلى الفيديوهات يجب أن لا تكون هذه الفيديوهات يعني مثلا الفيديوهات محقيقة الداخل إذا كانت باللون الأحمر يعني عدد كبير جدا من الفيديوهات باللون الأحمر لن يتم الموافقة عليها. يجب ان تكون يعني عدد الاكتر هو اللون الاخضر. اذا طغى او كثرت الالوان الحمراء في تحقيق الربح فهذه الميزة لن يتم توفيرها اليك. طيب هذه الشرط ماذا سوف تستفيد ليوتيوب وماذا سوف استفيد انا? انا سوف استفيد سبعين في المائة من الارباح الخاصة بالمتابعين. وليوتيوب سوف اا تاخذ كذلك 31 في المائة من الارباح ديال المشتركين الخاصين ي Resourceد. يعني انت دفعت لي واحد مائة دولار او نقص 0.2 دولار هي سوف تاخذ اا 30 في المائة من 10 دولار ولا سوف اخذ سبعين في المائة. يعني مثلا سوف اخذ أنا سبعة دولار وهي سوف تاخد 3 دولار. طيب هاتya النسلة سوف تشترك لديك في الانتساب او سوف تنضم اليك في الانتساب. ماذا سوف يعني تستفيد معك انت اصلا. اول شي سوف تكون لذلك الشخص الذي سوف ينضم لدينا في القناة وهي انه سوف يكون هناك شيء يسمى التمييز. بمعنى الناس المشتركين سوف تظهر لديك مشتركين عادين. ولكن الناس التي توجد لديها الانتساب سوف تظهر لديك بايقونات انا الذي سوف اقدمها لكم. يعني سوف تكون ايقونا فيها اي شماشم او ايقونا. مهم اي ايقونا اريد ان اقوم باضافتها ايقونا معبرة سوف تظهر لك. فانا عندما سوف اشاهد تلك الايقونا الخاصة بك. فهنا لا بد من تقديم لك عدد كبير جدا من الخدمات. تواصل معك. عمل لك انت فقط البات. تواصل معك في المواقع الاجتماعية. المهم انا سوف اذكر لكم هذه الامور. المهم سوف تكون لديك ايقونا كتميز بين المشتركين العاديين وبينك انت الذي انضمنت الى الانتساب الخاص بنا. الان انت لديك تلك الايقونا. وانت من الناس المميزين لديه في القناة والذين يدعمون القناة بالمن. انا ماذا سوف اقدم لك? انا سوف اقدم لك هذه الخدمات. وعلى حسب كل خدمة. يعني مثلا اه اذا اردت مشاركة في لعبة معك اذا اردت ان العب معك في مشاركة فيجب عليك ان تدفع لي في الشهر مثلا ميتين اه درهم او عشرين دولار. مثلا هذا كمثال. فاذا اردت التواصل مع المنتسبين على وسائل التواصل اجتماعي. يعني سوف اتواصل معك لحلك عدد كبير من المشاكل. فهنا سوف تدفع لي مثلا خمسين دولار لحلك هذه المشكلة. تمام? وكذلك امكانية المشاركة في المحادثة المباشرة المخصصة للمنتسبين. سوف يكون هناك اه حوار بيني وبينك. مباشر حصري. مثلا انا اعاني من البت المباشر مع الناس. هناك من يطلب طلب الاشتراكات ووالاخرين. فانا الناس التي تدفع لي المال سوف اخصص لكم اه يوم خاص بكم لعمل لكم البت المباشر. يعني انت عندما انا اعمل البت المباشر انت من يستطيع الدخول ويعني الناس كثيرة سوف تدخل ولكن الذي سوف يترك تعليقا هو انت ومن سوف اجيب هو انت حتى انتهي معك. ولكن كذلك سوف اضع سعر لهذه الخدمة. وهناك عدد كبير جدا من الخدمات التي يعني اه يتم يعني اضافتها مثلا سوف انشر اي مشاركة في المنتدى الصورة الخاصة به. ولا ارغب ان يراها اي شخص او بعض الخدمات التي لا اريد ان اشاركها مع اي شخص الا الناس التي تدفع لي المال. يعني اه كنصيب لهذا المبلغ الذي تقدمونه للقنوات التي انتم مشتركين فيها. انا سوف اعطي مثال هناك المستوى الاول والثاني والثالث وصوف اضيف مستوى الرابع والخامس الاخرى. المستوى الاول سوف اسميه مثلا اه فضي. مثلا او مشترك فضي. وهذا سوف اسميه المشترك الذهبي والمشترك التالث سوف اسميه المشترك اه شيء اخر. تمام؟ كل بالترتيب. فانا سوف اختار السعر لهذا الخدمات الناس المشتركين سوف اختار فيها 10 درهم اللي هي واحد دولار. فانا الخدمة في الشهر. فانا سوف اختار طبعا المغرب يعني البلد الخاص بالمغرب. وهنا سوف اختار سوف اقول مثلا هذه الميزا اللي هي عسرة عسرة دراهيم. سوف اقدم لهم مثلا فقط. هذا الناس سوف اخصص لهم فقط البتل مباشر. تمام? سوف يصبح لهم البتل مباشر فقط. تمام? وهنا سوف تكون بعض الاسئلة الى اخرين. ثم سوف ارسلوها الى المراجعة. كذلك الشخص الاخر سوف اقول له متى هذا سبعة دولار. ولكن هذه الناس ديها سبعة دولار. سوف يتم تخصيصهم فقط بآآ البتل مباشر وامكانية آآ التواصل معهم في المواقع الاجتماعية. وايضا يمكنني اضافة آآ خدمة اخرى وهي فيديوهات حصرية. وووو الى اخر. يعني انا اضيف عدد كبير من المميزات لهذه الناس التي سوف تقدم سبعة دولار. فبكل بسطة هذا هو الامر. طيب بالنسبة الخدمة الاولى والثانية والثالثة والرابعة سوف نخصص لها فيديو لان الامر سوف ياخدنا الوقت. فيديو ان شاء الله غالبا سوف يكون بعد العيد. ان شاء الله بحول الله. لمهم على ايين. ها هو الموضوع. بكل خلاصة. هو انك اذا ضمنت الى الى اي قناة فهذه القناة سوف تقدم لك آآ مميزات للتواصل معهم او اشياء من هذا القبيل او تشاهد الكواليس الخاصة بنا. المهم سوف تشارك معنا كل شيء. ولكن انت سوف تقدمنا المال. بكل خلاصة. هذا ما في الامر. واتمن التوفيق وفي الحقيقة ميزة رائعة. لان هناك فعلا اناس متابعين للقنوات الخاصة بنا. لا هي ترغب منك لا اجابة ولا البتك مباشر ولا شيء. ولكن ترغب فقط ان تقوم بدعمك. هكذا لله. تمام? فهذه ميزة رائعة جدا. واتمنى التوفيق وهذا ما استطيع ان اقدم لكم. واتمنى ان لا اوطيل عليكم. ومعكم شام عاشم. واذا كنت معجب بقناة شام عاشم لا تنسى الاشتراك. واذا كنت مهتم بكل ما يخص اليوتيوب في اليوتيوب فلا تنسى الضغط على الجرس التواصل بجديدنا. والاعجاب فهو مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.